جاء في الصحف من أخبار رياضي لنهار اليوم الموافق للرابع سبتمبر 2014 والبداية من صحيفة شباكو التي عنوانت في صدر صفحتها الرئيسية مهاجم الخضر بالفضيل يخرج عن صمته ويكشف حقائق مثيرة لأول مرة وضفت الصحيفة أن لايب بارما الإيطالي لم يهضم التهميش والحجرة التي تعرض لها في عهد المدربة السابق وحيد حليل زيج والذي حرمه حسب قوله في التواجد رفقة الخضر بمونديالي البرازيل كما قال اللعب السابق لنادي أنتر ميران الإيطالي بالفضيل أن ما قام به التقني البوسني ما زال يحيره لحد الآن وكتبت صحيفة ميسي أمير حركة داعش في بغداد في إشارة منها إلى المواهب الكروية التي كان يتمتع بها ناجم حركة داعش أبو بكر البغدادي حيث وصف صديق للبغدادي يدعى أبو علي لصحيفة ساندي تيليغراف البريطانية وصف البغدادي بأنه ميسي الفريق الطلابي عندما كانوا يخرجون لممارسة رياضة كرة القدم أثناء الرحى ونقر في نفس صحيفة صحيفة الشباك رونالدو غاضب بسبب تسريح زميله ديمارية وعدم التعاقد مع ردم الفالكاو وضفت الصحيفة أن ناجم البرتغال كريسيانو رونالدو لم يهضم بعد ما حدث لزميله الأرجنتيني الذي ترك النادي الملكي في وقت لم يتعاقد النادي الأبيض والأسود مع لعبين كبار أمثال الدولي الكولمبي فالكاو صحيفة كومبيتيسيو ناطقة باللغة الفرنسية قالت بأن وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح توعد كل شخص كان له يد في مقتل الكاميروني ألبيرت إبوسي وأضافت الصحيفة أن الوزير لوح وخلال ندوة صحفية أكد أن التحقيق متواصل في هذه القضية والعدالة الجزائرية تعمل بكل ما بوسعها للوصول إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مقتم مهاجم الشبيبة إبوسي صحيفة كومبيتيغ تحدثت عن مباراة المرتقبة بين متخب الوطني ونظيرها الإثيوبي برسم تصفية أمم إفريقيا الصحيفة قالت بأن الإثيوبيين شرعوا في الحرب النفسية ضد الجزائريين بعد أن تلقى طاقم الصحيفة مضايقات كبيرة أثناء تأدية مهمهم فهذه سببا حيث منع الصحفيين من الولوج إلى الملعب للوقوف إلى استعدادات المنتخب الوتيوبي ما يوحي أن منافس الخضر متخوف بشكل كبير من الخضر الذين سيعملون على العودة بنقاط ثلاث رغم صعوبة المهمة اشتركوا في القناة